اشتركوا في القناة البداية مع العناويل تسوية ووضاع مئات الاشخاص من بلدتي زاكيا وديرخبية بريف دمشق من بينها مسلحون سلموا انفسهم واسلحتهم وحدات الجيش تصد هجوما لارهابي داعش غرب مطار التيفور بريف حمصة الشرقي موسكو تؤكد ان المهمة الاولية بعد تحرير حلب من الارهابيين تتمثل بالوقف الكامل للاعمال القتالية واستئناف الحوار السلام عليكم مشاهدين والى تفاصيل الرئيسية تسوية ووضاع مئات الاشخاص من بلدتي زاكيا وديرخبية بريف دمشق من بينهم مسلحون سلموا انفسهم واسلحتهم وذلك بمجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 غدير غفر قدسية الهامة الكناكر واليوم زاكيا والدرخبية اجزاء من وطن ابى الا ان يصمد في وجه قوان استماتت بهدف تقطيع اوصاله فسوريا محمية بجيش لم يعرف معنى الراحة والسكينة حتى يقضي على الارهاب زاكيا والدرخبية عادت الى حضن الوطن بامتزاج الجهود بين عناصر الجيش العربي السوري ولجان المصالحة الوطنية الموجودة في المنطقة بدأت عملية المصالحة بتسليم الاسلحة الموجودة في المدينة لتصبح خالية من مظاهر السلاح والمسلحين وتمت تسوية اوضاع اكثر من خمسمائة شاب من حملي السلاح او المتخلفين عن الخدمة العسكرية في مدينة زاكيا عرس جماهيري عرس وطني بكل معنى الكلمة هذه الجماهير جاءت بدون اي ضغوط جاءت بكل اريحية لتعبر عن الخطأ الذي كان في الماضي لتعود الى حضن الوطن الى الصواب نحن بحاجة الى جميع هذه الشباب بحاجة الى هذه العقول بحاجة الى هذه الخامات الواعدة الذين غرروا فيهم في الماضي اليوم الحمد لله تمت مصالحة قوية جدا جدا في بلد الزاكيا وكان اقبال جيد تم الحياة طبيعية 100% رجعت كانت الحياة الاولى صعبة شوي وهلا الحمد لله الموظفين درجاء العملهم واللي كانوا منشقين على الجيش وكانوا منشقين على اي كان عمل خص الدولة الحمد لله رب العالمين رجع كله 100% اليوم انطلقت المصالحة الوطنية في بلد الزاكيا الصغيرة بحجمها الكبيرة باهلها وهذه المصالحة الوطنية بالتعاون بين الجيش العربي السوري البطل واللجان الوطنية في بلد الزاكيا وتم تسليم كافة الاسلحة المتواجدة في البلدة وتم كتابة قوائم باسماء جميع المتخلفين والمسلحين وسيتم وضعهم بشكل كامل وعودتهم الى حطن الوضن الام السورية العزيزة نحن ندعي كل واحد ما نسلم سلاحه يجعي ايدي المصالحة يا شباب المصالحة يرجع لحدنا الوطن نحن كلياتنا مع الجيش والله يحمي الجيش ونروح الجيش يا شباب وضع اللي اجعلنا من بره اننا خربونا سوريا كنا عايشين بناعيم والحمد لله اليوم سوينا تسويه وصالحنا وسلمنا سلاحنا والحمد لله رب العالمين يوم رجعنا لحدنا الوطن المصالحة في المنطقة ستتم على عدة مراحل وتستمر عدة ايام لتصبح زاكيا وما حولها آمنة وليعود نبض الحياة اليها من جديد مجرد اجراءات بسيطة وتعود الى حضن الوطن هذا هو عنوان المصالحات الوطنية القائمة على جميع اراضي الجمهورية العربية السورية من مدينة زاكيا في ريف دمشق للاخبارية السورية غدي الغفر صدت وحدات من الجيش العربي السوري واللجان الشعبي هجوما لارهابي تنظيم داعج جنوب غرب مطار تيفور في ريف حمص الشرقي ودمرت دبابتين للارهابيين وتمكنت من اقاع قتل ومصابين في صفوفهم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء المحافظ حلب حسين دياف الجامع الأموي والمدينة القديمة التي أعاد الجيش العربي السوري الأمانة والاستقرار إلى أحيائها مؤخرا وأكد ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات لإنجاز إصلاحات المرافق الخدمية بأسرع وقت ممكن جولة تفقدية قام بها محافظ مدينة حلب حسين دياف على الجامع الأموي والمدينة القديمة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب كما تابع أعمال لجان الفنية التي تم تشكيلها فور تطهير المسجد الأموي قمنا اليوم بجولة على أسواق وأحياء المدينة القديمة بعد أن طهرها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة وشاهدنا حجم دبار كبير طبعا تبع عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد تطهير المدينة القديمة حول توصيف الواقع وتحديد الأضرار والبدء بعملية الترميم والتأهيل أعضاء اللجان الفنية والخبراء في الترميم بيّنوا أن المجموعات الإرهابية تعمدت تهديم أجزاء كبيرة من المسجد الأموي وسارقة المقتنيات الأثرية والدينية منه طبعا نرى حجم الدمار حجم كبير قمت المجموعات المسلحة بتفجير المئذني والآن طلعت اللجان المشكلة بمرسوم السيد الرئيس لإعادة الترميم من أجل تقييم الأضرار ووضع خطة عمل للبدء بأعمال الترميم كتقييم أول المئذن مدمرة بشكل كبير بسبب العصابات الإرهابية المسلحة أيضا في بعض الأضرار الإنشائية في بعض الأعمدة في القبلية بشكل عام يعني إنشائيا تقييمه الأضرار متوسطة ودون المتوسطة لكن فيه دمار والجامع بحاجة لأعمال سريعة تدعيمية وبعدها أعمال معمارية وترميمية محافظ حلب تجول في المسجد وطلع على حجم الدمار الكبير كما شملت جولته المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب وأكد أنه على جميع الجهات الخدمية واللجان الفنية تكثيف الجهود وإنجاز إصلاحات المرافق الخدمية وفتح الشوارع بأسرع وقت ممكن القيام بكل الخطوات الهادفة لإعادة الألقي لمدينة حلب القديمة هو ما تعمل عليه الحكومة السورية لتعود المدينة إلى سابق عهدها بجهود كل أبناء الوطن الذين يتصدون للإرهاب قلعة حلب سمضت على مر التاريخ في وجه الغزاة وجددت انتصارها اليوم بصمودها في وجه الإرهاب الذي ضرب المدينة أنس رمضان زر محيط القلعة وأعدت تقرير التالي فالقلعة التي تعتبر أكبر قلاع العالم والتي شهدت على حضارات وعصور ومحتلين تعرضت منذ دخول الإرهابيين إلى المدينة القديمة إلى عدة هجمات إرهابية بعضها عبر أنفاق تم تفجيرها في محاولات لاقتحامها باءت جميعها بالفشل هذه الجهة الأمامية لقلعة حلب أيضا تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة القذائف ونتيجة أيضا التفجيرات التي حدثت في محيط القلعة شايف الحجار؟ لك هاي العمل المسلحي هاد الأمل وهي حريتي هاي الحرية اللي بديني إياها قاموا بتفجير الأنفاق وحفر أنفاق حوالي سور القلعة والحمد لله بقينا صامدين حاول المجموعات الإرهابية تسيطر على القلعة وما طلع لهم ونحن حامينا عن القلعة وحامينا عن أعراضنا وأهل البلد وهي البلد بلدنا الكارلتون خان الشونة جامع السلطانية مبنى السراي كل هذه الأبنية إضافة إلى كل الأبنية الموجودة في محيط قلعة حلب جميعها طالتها التفجيرات الإرهابية عبر الأنفاق ما شكل أيضا هذا الحجم الكبير من الدمار والخراب والذي طال هذه الأبنية الأثرية التاريخية التي تعتبر إرث سوري ليعود إلى ألف السنوات في السابع من التشرين الثاني عام 2015 تم تفجير أيضا نفق آخر ما أدى لهذه الأضرار في الجهة الغربية لقلعة حلب هذه الأضرار التي نشاهدها أيضا ناتجة عن هذه التفجيرات لأنفاق بطبيعة الحال إضافة إلى الاستهداف بالقرائف المتفجرة إصرار الجيش العربي السوري على تطهير حلب يقابله أيضا دعم حكومي بإعادة الألقي إلى آثار المدينة العتيقة ها هو إذن باب القلعة يفتح مجددا ليسجل التاريخ مرة أخرى بأن أبطال الجيش العربي السوري حراس التاريخ حافظوا ودافعوا عن حضارتهم من غزو أحفاد المغول أنص رمضان الإخبارية السورية قلعة حلب الشابخة وللمزيد حول الأخبار من مدينة حلب ينضم إلينا مباشرة من هناك مرسل الإخبارية السورية وليد هنايا ليطلعنا على آخر التطورات وليد حتى هذه اللحظة ما هي آخر التطورات في مدينة حلب وتحديدا الأحياء الشرقية للمدينة نعم حياك الله رانا دعيني أبدأ مما طرح علي منذ ساعات الصباح حتى اللحظات من أهالي مدينة حلب وهم يتسألون ماذا عن ما تبقى من الأحياء الشرقية لمدينة حلب والتي تتواجد فيها أكثر من 12 فصيلا مسلحا حركة نور الدين الزنكي وجبة النصر أحرار الشام جيش الإسلام فستقم كما أمرت فيلق الشام كتاب أبو عمارة وأيضا جنت الخلافة العثمانية وأجبها الشامية وعدد من الفصائل أنا أتحدث عن أكثر من 12 فصيلا مسلحا والآن نحن نجاوب كل مواطن يتساءل عبر شاشة الإخبارية السورية بأن الحكومة السورية وغرفة العمليات في مدينة حلب هي تتخذ كافة الإجراءات والخطوات لاستعادة ما تبقى من الأحياء الشرقية وهذا سوف يحصل خلال ساعات قليلة قادمة والآن نحن نتحدث عن مدينة حلب لتكون واحدة موحدة لا شرقية ولا حتى غربية الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة وغرفة العمليات العسكرية تسعى لاستعادة كافة الأحياء الشرقية وهنا نتحدث عن عدة خطوات تقوم بها الحكومة السورية ونوعد أهالي مدينة حلب بأن النصر إلا صبر ساعة وإن شاء الله ساعات النصر هي دقة بواب هذه المدينة الصامدة والتي نفضت منها غبار الإرهاب نحن نتحدث عن عدة مناطق في وقت سابق استعادها الجيش العربي السوري وزحف إليها منها منطقة بستان القصر هذه المنطقة التي كانت تصدر عشرات القذائف قذائف الحق وحدثني وليت حدثني عن نفض الشارع الآن بعد أيام من تحرير هذه فعلا الأحياء التي كانت منطلق لقذائف الحق على المدنيين الآمنين بمدينة حلب صحيح أن كنت أتيكي بالحديث بأن هذه المناطق بعد استعادتها عكست ارتياحا وإيجابيا تاما على كل المدنيين في مدينة حلب والأفراحية ملأت جميع هذه المدينة الصامدة التي صمدت على مدار خمسة عوام ونيف الآن هي تقوم وتنفض عنها كما ذكرت لك غبار الإرهاب بشار النصر والاحتفالات المستمرة في كل ذقة وشارع في هذه المدينة الصامدة اليوم نتحدث بأن هذه المدينة التي عانت من عدة مناطق أخرى لم يعد تتساقط فيها القذاف الصاروخية اليوم نتحدث بأن هذه المدينة اليوم لم تعد تخسر عشرات الشهداء وجرحى نتيجة التصعيد الإرهابي ولكن الأطراف الجنوبية بقيات الآن أمام أطالة جيش العربي السوري وهنا نتحدث بعد أعلان لربما ننتظر أعلان كامل مدينة حلب آمنة الأطراف الغربية لمدينة حلب التي يسعى الجيش العربي السوري من خلال العمليات بالتقدم إلى الغرب من مدينة حلب وهنا نتحدث عن المحور المفتوح مباشرة مع ريف إدلب الشمالي غرب مدينة حلب وذلك الجيش العربي السوري عندما يتخذ القرارات في عمليات باتجاه هذه المناطق الغاية منها هي تأمين الأطراف الغربية لمدينة حلب وهنا أيضا نبشر الأهالي بأن الأطراف الغربية لم تنسى ولكن الخطط هي تعد الآن لجهوزية وكافة الوسائط باتجاه الغرب من مدينة حلب أشكرك جزيلا لشكر وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية كنت معنا من حلب شكرا جزيلا لك أعلنت موسكو أن المهمة الأولية في سوريا بعد تحرير حلب من الإرهابيين تتمثل بالوقف الكامل للأعمال القتالية واستئناف الحوار السوري السوري وأكد مندوب روسيا دائم بدأ الأمم المتحدة أن الاقتراح الفرنسي حول حلب غير واقعي وموسكو تواصل جهود الحل السياسي رغم محاولات العرقلة الغربية يحيى كوسا كناطح الصخر تبدو فرنسا وهي تكرر محاولاتها للنيل من الحكومة السورية من البوابة الإنسانية في مجلس الأمن الدولي جدار الصد الروسي الصيني داخل المجلس كان كفيلا بتحطيم ووأد الطروحات الفرنسية المريبة بشأن ما سمي نشر مراقبين دوليين في حلب وهو ما وصفه المندوب الروسي فيتالي تشوركن بأنه اقتراح غير واقعي ومريب ويستغرق تنفيذه عدة أسابيع روسيا جددت دعوتها لاستئناف الحوار السوري السوري دون أي شروط مسبقة ووصفت مشاريع القرارات الفرنسية والبريطانية ضد سوريا بالمدمرة وغير البناء واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف أن هذه المشاريع بعيدة عن الواقع وهي تهدف إلى تعطيل الحل السياسي في سوريا حل كان ولا يزال حاضرا على الأجندة الروسية وبقوة وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ووزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو التحضيرات لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو في السابع والعشرين من الجاري لبحث الوضع في سوريا وسبو الاستئناف الحوار السوري السوري حالة الجنون والهستيريا التي أصابت الإدارة الفرنسية بعد انتصارات الجيش العربي السوري في حلب لا يبدو أنها ستتوقف عند أي حدود إلا أن الموقف الروسي الصلب وتراجع الدور الفرنسي على الصحة الدولية يحدان من قدرات باريس على التأثير على الأرض حيث الكلمة الأولى والأخيرة كانت وستبقى للجيش العربي السوري المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يجدد التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا واتصالات مكثفة تجريها طهران في هذا الإطار لا تتوقف الجهود الإيرانية السياسية والدبلوماسية من أجل حل الأزمة في سوريا عبر الدعوة إلى دحر الإرهاب واعتماد الحوار والطرق السلمية سبيلا لحل المشكلات في المنطقة إيران التي تواجه مع محور المقاومة وروسيا الإرهاب وداعميه أكدت على وقع الهزيمة المدوية لمحور الإرهاب في حلب أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا وأجرى وزير الخارجية محمد جواد ضريف سلسلة اتصالات من أجل استكمال خروج الإرهابيين في حلب فيما دعى النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري النظام التركي للتعاون مع طهران لمحاربة الإرهاب والتطرف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن إيران بادرت في سياق سياساتها المبدئية لبدل الجهود لمساعدة المدنيين وعودة الاستقرار والأمن إلى حلب مشيرا إلى الضجيج المفتعل من قبل المحور الغربي العربي الداعم للإرهاب إن السياسات الدعائية والمعايير المزدوجة من قبل هذه الدول الداعمة سرا وعلانيا للإرهابيين في سوريا مكشوفة في هذا الضجيج العبثي كلما تم تضيق الخناق على الإرهابيين وقوف إيران إلى جانب سوريا لا يقتصر على محاربة الإرهاب التكفيري فإيران تواجه مع سوريا والمقاومة منذ عقود الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة وتدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة وللمزيد حول مجمل هذه التطورات يسرنا أن نرحب في الستوديو بالدكتور تركي سقر أسفير السابق أهلاً ومرحباً بك أهلاً إذن الحديث اليوم هو عن مسارات سياسية وحال سياسي للأزمة في سوريا يعني موسكو تعلن بأنه بعد الأعمال أو بعد حالات هناك وقف للأعمال القتالية واستئناف الحوار السوري إلى أي حد نستطيع القول بأنه هذا الخيار بات ممكناً اليوم بعد تحرير حلب دكتور تركي يعني من الطبيعي بعد العمليات العسكرية أن يتم الحديث عن الحل السياسي أو الحوار السياسي أو مفاوضات وبعد طبعاً تحرير حلب أصبح المجال مفتوح الآن للحديث عن حل ما يجري في سوريا وفي الحقيقة إنجازات الجيش العربي السوري وحلفاء وهي التي صنعت هذا الطريق للوصول إلى حل كامل للأزمة السورية طبعاً ليس بين عشية وضحاها سيتم هذا الأمر وإنما هناك محطات حتى نصل إلى حوار قريب بين الأطراف السورية والأطراف القيمية على ما يبدو هناك مساعي حثيثة اليوم دكتور تركي حديث عن لقاء إيراني روسي تركي قريباً حول ما يجري في سوريا في أي إطار يمكن أن نضع هذا اللقاء وإلى أي حد هو مرتبط بمسار الحوار السوري المرتبط؟ يعني في الحقيقة سيجري حوار أو مؤتمر في موسكو في السابع والعشرين من هذا الشهر بين هذه الأطراف السلاسة ويبدو بأن الجانب الأمريكي والأوروبي وهؤلاء الذين أشهروا السلاح على سوريا قد أوكلوا الأمر لتركيا لكي تفاوض باسمهم وسيكون طبعاً الطرف الإيراني والطرف الروسي يعني هم من يقود هذه المحادثات ولا أعتقد أن شيء غريب سيحصل وإنما ما جرى على أرض الواقع ما جرى من تحقيق انتصارات في حلب وفي غير حلب سيكون هو المسار لهذه المبعثات وإلى أي حد فعلاً انتصارات حلب حدث بهذه القوى الدولية اليوم إلى التنحي وترك الكرة بملعب القوى الأقليمية دكتور تورك يعني أكيد انتصارات حلب غيرت المعادلات وخلقت معادلات جديدة في الحوار السياسي وأيضاً في التوجهات لحل الأزمة في سوريا يعني ما كان هذا الأمر ممكن قبل تحرير حلب ويعني هناك طبعاً لا زال مناطق عديدة في سوريا تحتاج إلى التطهير من رجس الإرهابيين لكن حلب كانت محطة مهمة لأن كل المراهنات كانت على حلب لأن المراهنات الإسرائيلية الأمريكية الخليجية كلها يعني تصب في حلب لأن حلب لها أهمية استراتيجية بأنهم كانوا يراهنون على تقسيم سوريا ووجود حلب بأيدي الإرهابيين هذا كان يتيح لهم أن يفكروا هذا التفكير ولكن الآن قطع الطريق بتحرير حلب وأصبح ورقة التقسيم ورقة محروقة عملياً والتركي اليوم كيف يمكن أن ننظر إلى دوره دكتور تركي وإلى أي حد سيكون هذا الدور إيجابي يعني اليوم لقاءات كما نقول روسية تركية إيرانية لكن هذا لا يلغي المطامع التركية التي حتى هذه اللحظة يعني لا تزال مستمرة في يعني مهما كان رأيي الإيراني والروسي بالتركية فنحن في سوريا نعرف بأن هذا الجار السيء أردغان هو الذي أشعل الحريق في سوريا أو كان من أوائل الذين أشعلوا الحريق في سوريا وله مطامع ومطامعه واضحة في العراق في الموصل ومطامعه في سوريا وصولا إلى حلب وطبعا هو يناور الآن لأن الأوروبا قد نبزته وأبعدته عن الحوار من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا هناك توتر بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية فلجأ الآن إلى المناورات تعله يحصل على شيء من الكعك السوري ونتحدث عن أن القوى الدولية الفاعلة في سوريا تتنحى جانبا وتترك الأمر لدول الإقليم إلى أي حد هذر ذائي والقراءة صحيحة سيما في ظل متابعة الدور الفرنسي الذي لا زال حتى هذه اللحظة متمترس خلف مواقف سابقة إذا صح التعبير الدكتور واليوم فرنسا تقدم اقتراح لنشر قوات دولية في مدينة نشر مراقبين في حلب بالحقيقة أن الدور الفرنسي كان دائما دور مخزي ودور يشكل غطاء العصابات الإرهابية ونعرف بأن حكومة أولاند كانت من أسوأ الحكومات بالنسبة لسوريا لأنها عملت على احتضان المجموعات الإرهابية وما يسمى المعارضة وعقدت لهم اجتماعات ما يسمى أصدقاء الشعب السوري أكثر من مرة والآن هي تتحرك طبعا تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك إلى مجلس الأمن وبالأمس كانت قد طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن من أجل الأزمة في سوريا ووجهت بالفيتو الصيني الروسي المزدوج والآن هي تحاول أن تأخذ خرار من مجلس الأمن من أجل نشر المراقبين في أحياء حلب الشرقية هذا الأمر أيضا طريقه مزدود لأن الوبد الروسي برئاسة تشوركن قال بأن هذا غير مجدي وأكيد لن يخرج هذا القرار إلى النور شكرا جزيلا لك الدكتور تركي سقر حضرتك السفير استعبق وانتمعنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله شكرا جزيلا لك 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 بحر المتوسط في روما بمشاركة الجمهورية العربية السورية على دوري رجال الديني في مواجهة التطرف والعنف وأهمية حوار الحضارات ودور سوريا في نشر السلام في العالم مراسلتنا جودي يعقوب وهذه المتابعة شاهدت مدينة روما في إيطاليا اجتماع رفيع المستوى للجمعية البلومانية للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة الجمهورية العربية السورية حمل عنوان الحوار بين الأديان ضد التطرف هذا المؤتمر الهام الذي يأتي في وقت نحتاج فيه لتفعيل الحوار للوصول إلى السلام المنشود بمشاركة سورية مميزة ومشاركة دول أخرى عربية ولقاء مع النواب الإيطاليين تم خلالها مناقشات عميقة حول سبل مكافحة التشدد الديني وقد تناغمت هذه المناقشات مع الأخبار الواردة من الانتصار على الإرهاب الذي حققته سوريا الاجتماع الذي عقد على جلستين في قاعة مجلس الشيوخ الإيطالي تناول دور رجال الدين في مواجهة التطرف والعنف وأهمية حوار الحضارات وتنوع ثقافات البحر المتوسط والعلاقة المستدامة فيما بينها في ظل ما تتعرض له المنطقة من إرهاب هذه الدول قدموا رؤى معنية وستراتيجية معنية جدا حول خلق سقافة جديدة سقافة الإنسانية تحمل لغة التآخر المحبة والصلاة لغة إنسانية راقية ترضي عمليات التشدد البحث كان حولها آليات التشدد الديني الديني وأوكار الإرهاب ومداخلتها التي قدمناها حول هذه العملية مشاركة الجمهورية العربية السورية تأتي ضمن سلسلة خطوات كانت قشاهدتها إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية تأكيدا على دور سوريا في نشر السلام في العالم وبهدف تفنيت ما تتعرض له من هجم إعلامية غير مسبوقة يجدد السوريون مد يدهم لمكافحة العوف والإنهام فمشاركة سوريا في الحوار بين الأديان ضد التطرف في ظل الحرب التي تشن عليها تحمل دلالات تتجاوز حدود المشاركة وتعكس رغبة شعبها في نشر السلام في العالم إزمة جود يعقون الأخبارية السورية من مجلس الشيوخ الإيطالي روما الآن باقى من الأخبار الدولية مع زميلة لور خضور إليك لور شكرا لك رانا أهلا بكم قتلت خمس موظفات أفغانيات كنا يعملن في مطار مدينة قندهارة إضافة إلى سائق سيارة كانت تقلهم إلى عملهم عندما أطلق مجهولون النار عليهم وسط المدينة وفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بحثة قوات حفظ السلام في جنوب السودان لعام واحد أغلق متظاهرون بولنديون مداخل البرلمان احتجاجا على قانون جديد يسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام أنهت الشرطة البريطانية أعمال شغب اندلعت في سجن بمدينة برمنكهام وسط البلاد شارك فيها أكثر من ثلاثمائة ساجين مجلس النواب النمسوي يوافق على الشراء الإجباري للمبنى الذي ولد فيه هيتلر للحد من الإغراء الذي يمثله للنازين الجدد ممن يترددون على المكان الرئيس الفلباني رودريكو دوديرتي يؤكد أن على الولايات المتحدة أن تستعد لإلغاء اتفاق عسكري يسمح لواشنطن بنشر قواتها وعتادها العسكري لإجراء مناورات في البلاد هذا كان كل شيء عود إليك رنا لور خدور شكرا جزيلا لك ومشاهدين هذه النشرة متواصلة معكم وفيها مقتل 13 من جنود النظام التركي في تفجير حافلتهم بمدينة قيصري أهلا بكم من جديد أوقف الجيش اللبناني إرهابيا خلال حملة مداهمة قام بها في طرابلس شمال لبنان وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني أن قوة من الجيش داهمت محل الألمنيوم عائد للمدعو أمين سمير الزيني في محلة أبي سمرى بمدينة طرابلس وتم توقيفه كما ضبطت داخل المحل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعدد من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى أجهزة اتصالا وألبسة وأعتدة عسكرية طيران العدوان السعودي يواصل استهداف اليمنيين والجيش واللجان الشعبية يتقدمون على أكثر من محور في معاركهم مع مرتزقة العدوان السعودي وجنوده هيا عباس يواصل طيران النظام السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم والطرق والمنشآت العامة في عدد من المحافظات اليمنية مظهر عسكري أكد استشهاد مواطنين الثين في ثلاث غارات استهدفت سيارتين في منطقة العقيق بمديرية كتاف بمحافظة صعدة وغارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهرة المظر أشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على جبل قرمان بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء وغارتين على جبل عطان ومنطقة النهدين بأمانة العاصمة بالرد على جرائم النظام الوهابية حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدماً ميدانياً في عدد من الجبهات بالمحافظات والحدود خلال الفترة الماضية وأضح مظراً عسكرياً وحدات الجيش واللجان شنوا قصفاً مدفعياً وصاروخياً على موقع رقابة العش في منطقة نجران واستهدفوا بعدد من القذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق منفذ الخضراء إلى عسير حيث تم إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على تجمع للعدوان السعودي غربي ظهران كما استهدف قصف صاروخي للجيش واللجان موقعين في جيزان مدفعية الجيش واللجان استهدفت أيضاً تجمعات للعدوان في منطقتين وقزب المصطوب وأسفل العقبة في محافظة الشوف طالبت طهران الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع للجنة الاتفاق النووي المشتركة من أجل بحث الإجراء الأمريكي الأخير في تمديد قانون الحضر ضد إيران وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواضري في رسالة نسمية إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني قال أن إيران التزمت بشكل تام بتعهداتها طيلة الفترة الماضية فيما لم يقم الطرف الآخر بذلك ولذلك لابد من اجتماع فريق العمل المتخصص بالحضر في اللجنة من أجل متابعة وبحث الإجراء الأمريكي الأخير وأضاف ضريف أن الحفاظ على تماسك الاتفاق وانسجامه واستمراريته يتطلب اهتماماً من جميع الأطراف فيه إزاء استمرار تنفيذ محتوى إلى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالح أن بإمكان إيران العودة إلى نشاطات نووية إذا اقتضت الضرورة بشكل يفاجئ الأطراف الأخرى وأوضح صالح أن تجربة الاتفاق النووي علمت إيران الكثير من القضايا والأمور وقال أنه في حال قامت إيران بمفاوضات جديدة فستكون مفاوضات الاتفاق النووي عبرة وتجربة لها للعمل بدقة كافية حيث ترى إيران أن كل أحد يفسر بنود الاتفاق النووي حسب ما يريد ويقول أنه لم ينتهك الاتفاق النووي ما انتمت استعادة السيطرة على مدينة سيرت من براثن تنظيم داعش الإرهابي حتى باتت أنظار الجيش الليبي تتجه نحو تحرير العاصمة ترابلس جيانا مرشد انتصرت سيرت على الإرهاب انتصار حصل عليه الشعب الليبي الذي يستميت لدحر تنظيم داعش الإرهابي عن أرضه ثم انتحقق الانتصار حتى بدأت وحدات من الهندسة العسكرية بتمشيط شوارع المدينة لنزع الألغام وإبطال مفعول العبوات المتفجرة التي زرعها التنظيم أمام جنود الجيش قيادة الجيش الليبي عينت حاكما عسكريا للمدينة حيث عين قائد غرفة عمليات تحرير سيرت العميد بشير القاضي العميد أحمد أبو شحمة لتسيير أمور الولادة مصرحا بأنه قدم مقترحات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تتضمن تشكيل قوات خاصة لحماية سيرت وسكانها في ظل مخاوف من احتمال شن التنظيمات الإرهابية هجمات مضادة قوات البنيان المرصوص صرحت أن إدارة مكافحة الجريمة والهلال الأحمر لليبيين تمكن من انتشال مئات الجثث من داخل حي الجيزة البحرية آخر أحياء سيرت المحررة إنجازات الجيش الليبي لم تتوقف عند سيرت حيث أكد المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري بأن الجيش بات قريبا من السيطرة على ترابلوس التي فقد السيطرة عليها منذ نحو عامين الأمر الذي ينظر أن معركة للجيش الليبي قد تبدأ لاستعادة السيطرة على العاصمة وخاصة بعدما أعطى المشير حفتر تعليمته للجيش بالاستعداد لتحرير العاصمة ترابلوس قتل 13 جنديا تركيا على الأقل وأصيب 48 جراء تفجير حافلة كانت تقلهم في مدينة قيصر وسط تركيا ونقلت وكالة فرانس بريس عن جيش النظام التركي قوله إن الجنود كانوا حصلوا على أذن لمغادرة مبنى القيادة العسكرية ليوم واحد مضيفا أن الجرحى نقل على الفور إلى المستشفى وأنه من المحتمل أن يكون بينهم مدنيون ينام الأتراك على أخبار الاعتقالات ويستفقون على أصوات التفجير والإعلام المعارض يعلن الحدادة على حرية الصحافة أسامة شخد الوضع في تركيا مفجع وأشبه بعصر بداية النظام النازي بهذه الكلمات عبر إدزارد رويتر الرئيس السابق لشركة دايملر بينز الألمانية عن وضع تركيا في عهد نظام أردوغان بينما تدفع سياسة كم الأفواه بإدارة أحد أبرز منابر المعارضة التركية إلى إعلان الحداد على روح الإعلام الحر تلفزيون خلق منبر المعارضة التركية الوحيد يتشح بالسواد ويوقف بثه احتجاجا على سياسة النظام التركي في قمع الحريات ومصادرة الكلمة فيما أعلنت الإعلامية العريقة عائشة نور أرسلان اعتزالها العمل الصحفي على الهواء مباشرة قائلة لا يمكنني الاستمرار ومائة وستة وأربعون صحفيا في السجن نظام أردوغان الذي حول تركيا إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم بحسب إحصاءات منظمة مراسلون بلا حدود تلقى مجددا مزيدا من الانتقادات الحادة من مرصد حقوق الإنسان الدولي الذي أكد أن النظام التركي يمارس القمع الممنهج والمقصود بحق الإعلام المعارض وعلى وقع التفجيرات التي استهدفت مؤخرا الجيش التركي بشكل خاص حكومة أردوغان تكمل الخناق لتصفية من تبقى من معارضين لها داخل المؤسسة العسكرية وتشن عملية اعتقالات واسعة جديدة تشمل 57 ولاية تركية وتطال أكثر من 500 ضابط من ذوي الرتب العالية تفجيرات واعتقالات وأزمات سياسية واقتصادية عنوان تركيا بظل حكم أردوغان استخدام الأطفال في الأعمال الإرهابية يؤكد مدى إجرام الغرب وتعاميه هو ومنظماته الدولية عن المجموعات الإرهابية وممارساتها مع هاشتاك هذه ديلة تذكيرا بالعنابط تسوية أوضاع مئات الأشخاص من بلدتي زاكيا والدير خبية بريف ديماشق من بينهم مسلحون سلموا أنفسهم وأسلحتهم وحدات الجيش تصد هجوما لإرهابي داعش غرب مطار التيفور بريف حمصة الشرقي موسكو تؤكد أن المهمة الأولية بعد تحرير حلب من الإرهابيين تتمثل بالوقف الكامل للأعمال القتالية واستئناف الحوار ختام الرئيسية مشاهدين أكل الشكر لكم دائما على طيب المتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر